موسيقى صبح بالخير كل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح طبعاً ما بتعرفوا كان عندنا نقل مباشر من صيدة مباشرة مشان هيك تأخرنا عليكم شوي بعلمنا الصباح إلى اليوم متل ما بتعرفوا اليوم كمان استثنائياً احنا منختم تقريباً حوالها ساعة 12 بتوقيت بيروت لنقل صلاة الجمعة مباشرةً من مكة المكرمة كمان بديقول الصيام مقبول للجميع وأول أسبوع مرأ عند الطواقف المسيحية الشرقية والغربية للسنة مجموعة مع بعض اللي عيدوا عيد الشعانين والفصح كمان بيوم واحد إن شاء الله تظل الكنيسة موحدة مثل ما دايماً الكتار منكن وكتار مننا وكتار من البابوات والمطارنية اللي طلبوا هالطلب وضوحي الكنيسة أما بالنسبة لليوم شو حابي بقول هيكي بالبداية على السريع حدا تجوز عمره مثلاً 23 سنة إجي ولد بعد 10 سنين حدا تاني تجوز عمره 30 سنة إجي ولد بعد سنة حدا تخرج من الجامعة كان عمره 25 سنة حصل على مركز أو وظيفة بعد 5 سنين حدا تاني تخرج عمره 29 سنة أو ما يعني ضل يدرس العمر 29 دغري بس خلص دراسته أخذ وظيفة عمره حدا تاني مثلاً صار مدير شركة عمره 30 سنة ولكن توفى وفرق الحياة عمر 40 حدا تاني صار مدير شركة عمر 45 سنة عيش 90 سنة لقدين لتعرفوا إنه الحياة أبداً ولا مرة في شي ممكن يسبقكم ولا أنتوا سابقين حدا ولا مرة بتكونوا مأخرين كل شي بيجي بوقته وكل لحظة بتعشوها بلحظته وحياتكم كلها دقايق معدودة والقدر بيكون مكتب لكم أنتوا ربنا مساري لكم حياتكم بلو كل شي عيشوا بسلام عيشوا بتواصل مع الآخر وعيشوا بفرح كل لحظة بلحظته ما تفكروا لأنتوا مأخرين ولا تفكروا إنه أنتوا سابقين حدا كل واحد إلو رسالة بيجي يعطيها ويمشي بقى قدركم هو اللي بيرسم لكم حياتكم بكتير من المطارح وليزم تقبلوا قدركم سؤالي عبر صفحة الفيسبوك طرحتوا بتمنى أنوا تجاوبوني بتآمنوا بالقدر خبرونا تجربتكن إذا لحظتوا إنه القدر هو عم بسيركن حتى لو أنتم كنتم قررين شي تاني يومنا فإزاً رح يبلش بعد شوي تواصلوا معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا كلهم لعالم الصباح فيسبوك تويتر والإيميل رقم الواتساب 010-533 صباح خير شاف صباح جوزيف كيفاك؟ كيفاك أنت؟ مش الحال الحمد لله اليوم شو؟ اليوم بتكون وصفتك مقتضة بشوي اليوم نحنا محضرين سمكة حرة ترابلسية والسمكة حرة بيروتية في فرق بين ترابلسية والبيروتية؟ طبعاً ترابلسية بالطاجين والبيروتية بتكون بالفلايفلي والبصل والباندورة أنا هكي بقول لك المشاهدين يتابعونا لحتى نحضر هالوصفتين أنا ويون يكن مشاهديننا اليوم الكمبيتشن بين السمكة الحرة ترابلسية والسمكة الحرة البيروتية مين رح يربح؟ هلا بنشوف بعد شوية نحن رح نحن ويكون عند كارمن والأبراج تحركات الكواكب وعلم الفلك صبحكم الخير يوم الجمعة 3 أدار مارس اليوم الأمر مرافقنا من برش ترابي برش الثور والأجواء بعدها جيدة للأبراج الترابية مواليد برش الثور مواليد برش العذراء وكذلك مواليد برش الجدي حاب يذكركم قبل ما أبلش أنه فقرة الأبراج مرتين بكل النهار كل يوم 7 إلى 4 صباحاً و10 وربع في عالم الصباح البداية مع برش الحمل مولو برش الحمل تابع أعمالك لحقة خاصة أمورك المالية امتحاناتك أيضاً إذا عندك امتحانات أكاديمية الأجواء لا بأسة بها لكن فقط نقطة الضعف هي بعض الاتباسات وبعض التراجع في الأرباح تبع المواليد الأكثر تعباً 14, 15, 16 و 17 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور الأجواء كتير قوية عن مولو برش الثور قوية من ناحية الحصوص ما بنخاف على مولو برش الثور مطلوب منك الانطلاق بعمل تحديد موقفك تحديد الأولويات والتحرك الضوء بالنسبة لك أخضر لا يوجد أي معاكسات ولا عوائق في دربك هيدا نهار جيد جداً على الأرجح بتسمع فيه خبر لمسألة يمكن كانت تعالقة تبقى المواليد الأوفر حظاً اليوم هي مواليد أيار مايو كمل مع برش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء هيدا نهار طويل طويل ما بيخلص هيدا نهار بيحمل تأخير أيضاً إذا عندك شي مهم ومن المستحسن ما يكون عندك شي مهم لأنه نهار يمكن ما يوصلك ما يعطيك النتيجة لإنت بدك إيها الأكثر تعباً مواليد حزيران يونيو كمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان نهار حلو لأنه هيدا نهار بيحرك عندك النشاطات النشاط الاجتماعية النشاطات المهنية النشاطات حتى العائلية هناك تبادل لخبرات هناك تبادل لمعلومات لمعطيات لكل الأمور هاي الأنرجي الطاقة بتحسها أنه تنساب بسهولة بينك وبين الآخرين تبقى المواليد الأنشاط اليوم هي مواليد شهر تموز يوليو تحديداً خاصةً مواليد ستة سبعة تموز كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد الظرف بعده ضاغط يعني بعده الجو نوعيته مهمة شو معناتها؟ معناتها أنه هيدا نهار ما فيك تشتغل فيه ما فيك تواجهه بطريقة فيها استخفاف أنه كيف ما كان هيدا نهار كتير مهم هيدا نهار مهم سواء كنت بالمدرسة بالجامعة بالشغل بالبيت فيه مسئولية هالمسئولية ممكن مش ظاهرة يعني من على سكاجول لكن فجأة معقول يبين شي فحاول أنك تتعامل معه بكل مسئولية تبقى الموليد الأكثر تعبا موليد شهر قاب أغسطس كمل مع برش الأسدراء بالنسبة لبرش الأسدراء نهار جيد حلو كتير لأنه هيدا نهار بيعطيك أمل تعرف وتكتشف أنه فيه أفق بعيد فيه هورايزنز فيه أمل كتير كبير بالنسبة لألك نهار معقولة يحمل لك ارتباط ارتباط مهني أو ارتباط عاطفي فبالتالي حط كل قوتك كل تركيزك كل أمالك كل توقعاتك اليوم اشتغل على هيدا نهار ومن المستحسن يكون فيه عندك خطوط عريضة مهمة جدا شو يعني؟ يعني شهر أدار مارس إذا فيه عمل عملين أو خطة بدك تعمله حلو أنه اليوم يكون عم تشتغل عليها الأكثر حظا نسبيا اليوم هني موليد شهر أيلول سبتمبر كمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان ضروري تنتبه لشغلتين أول شيء فيه أوراق ثبوتية أو أوراق إدارية بدك تنتبه لها فيها تكون استشفائية فيها تكون مصرفية فيها تكون جامعية إلى آخره ضروري تنتبه لها الأمور المسائل المالية بدك تدق فيها وكل هالأمورها بدك تشتغل عليها حسب الأصول بدك كمانة تنتبه للساعة للوقت لحتى ما يدهمك الوقت 15-16 أكتوبر بعده الأكثر حظا بكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب هيدا نهار نوعا ما بيشكل نوع من علامة استفهام حول علاقة أو ارتباط كونترا فيكون مهني فيكون اجتماعي فيكون عاطفي وبالتالي بعض موالي برش العقرب يمكن يرتبطوا اليوم لكن مزاجهم منه كتير رايي وضروري اليوم انه يهدوا حاله النتفي ويتحلوا بالهدوء وبالمرونة لحتى فعلا يتم الارتباط وتوقعوا على العقد البدكني تبقى المواليد الأكثر توترا نسبيا اليوم هي مواليد نوفمبر بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس المسائل الشخصية هي اللي مكركبت لك اليوم حياتك يعني ان كانت صحية ان كان المنزل بحد ذاته فيه تصليح فيه فيه اعطال يمكن احد افراد العيلي بحاجة لقلك مضطر انك تروح البيت ما عم تقدر تركز يعني شغلك ما انه كتير كتير زابط متل ما منه مسهل وميسر لسبب او لاخر اجواء متعبة شوي عند مولود ببرش القوس ويمكن تكون صحية الاكثر تعبا 19 و 20 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لبرش الشدي الامور كتير حلوة الطريق ميسرة خالية من العقبات هناك حب هناك جواب ايجابي هناك تعاون معك هناك تضامن معك ويبدوك انه الحظ عم بيبروم لصالحك اجواء كتير مهمة كتير ايجابية من الايام الاقوى والاكثر حظا بهيدا الشهر لكن ضلك حذر 19 كانون التاني يناير بنتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو بدو ينتبه شوي مولود ببرش الدلو لمصروف مالي لمصروف منزلي لمصروف صحي او استشفائي في احتمال انه تكون هالمصاريف انت راضي عنها من كل قلبك يعني انت عم بتدخل على البيت عم تشتري شي عم تتسوق شي عم تشري بيت يمكن عم بتحسن عم بتضبط لكن كمان في احتمال انه تكون كل هالمصاريف متعبة وتقيلة ومنك عمل لها حساب لابا الموليد الاكثر تعبا موليد شباط فبراير بستثناء 11 و 12 شباط فبراير معقول يكون عندون فسحة من الحظ نكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت نهاري كتير حلو لحتى تسابق الاخرين لحتى تنافس الاخرين لحتى تكون جريء وتكون في الطليعة وتكون في الاوائل يعني ما بدنا نقعد نتخبى ورا بدنا نوقف ونقعد بالصف الاول هذا نهار ممتاز لموليد برش الحوت لحتى يبينه لحتى يحكوا يعبروا عن رأيهم ويفرجوا قديش في عندهم افكار زكية وبالتالي الامتحانات والمفاوضات واللقاءات والاجتماعات روحوا عليها ما تخافوا منها طبعا بتكونوا محضرين حالكم تبقى الموليد الانشط موليد ادار مارس لكن تكونوا حذرين 1-2 و 3 ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة سنة نشيطة سنة بتدخل حياتك تغييرات كتير كبيرة يمكن تكون انت محضر له يمكن عم تشتغلي عليها ويمكن تكون مفاجئة من المستحسن انك انت تكون محضر حالك وجاهز الى الى ادار مارس تموز يوليو نوفمبر تشرين الثاني هني افضل الاشهر الى اللقاء بكرة اذا الله اراد مع عبراج جديدة باي باي اذا مع كل اللي بلشت فيه بعلم الصباح اللي سمعني يعني كتير مهم ما حدا يتطلع على غيره تطلعوا على حياتكن انتو وعشوا بسلام بريكم نرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة